السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله صباحكم والمساء هذه سلمكم الله من القصص الاجتماعية المؤثرة جدا يخبرني بها أحد الأخوة المشايخ هو إمام جامع ونفس الجامع فيها مركز تحفيظ تحفيظ نساء وتحفيظ شباب وكذا وزوجته مشرفة على تحفيظ النساء ويقول لي فيه أمرأة من المنتظمات في التحفيظ يعني تحفظ القرآن وكذا ومرأة أثرية ما شاء الله ومحسنة من المحسنات تتصدق التحفيظ سبحان الله متكفلة بالمسجد مكيفات فارج أي شيء يحتاجونه يعني امرأة باذلة يقول سبحان الله لكن هذه المرأة لها قصة عجيبة يقول سالتها يوم اليوم زوجتي دار بينها بحديث وكذا قلت لها أنا قصتي قصة عجيبة قسمها القصة تقول أنا البنتة الوحيدة بين ثلاثة إخوة ماتت أمي تقول وأنا يعني للساعي باقي ما تزوجت ضليت أنا وأبوي في البيت إخواني تزوجوا واحد وراء الثاني وبعد مدة جاني عريس وزوجني أبوي تقول لكن سبحان الله ما توفقت معي أخذت مدة وطلقني زوجي ورجعت ضليت أنا وأبوي في نفس البيت الحال أخذت مع أبي مدة سبحان الله تعب الوالد ومات صرت أنا لا أم ولا أبو يعني صرت ولا زوج ولا ولد صرت حالتي صعبة طبعا تقول ما لي غير إخواني الثلاثة ذولي صرت يعني أروح عند هذا مدة وعند هذا مدة لكنهم تقول هداهم الله كانوا يعني أساءوا معاملتي أخواني تقول أساءوا معاملتي وكانوا يسمعون سبحان الله كلام النساء في يسمعون كلام أزواجهم في ويعني أصبحت مكسورة تقول يعني كسر نفسي عجيب تقول حتى إني أحب العيال الصغار أتشوق العيال الصغار لقعت كذا أحب العمعهم أحب أشوفهم كذا تقول وهم يعني درجة أنه سبحان الله الحريم يمنعوني حتى من أطفال وصلت عند هذا مدة وعند هذا فترة وعند هذا فترة وكل زي ما تقول يرميني على الثاني تقول مع أني كنت أحاول أني أخدمهم أحاول أني يعني أتودد يعني مكسورة مكسورة بمعنى الكلمة تقول درجة أن في واحد من أخواني مرة أعزني في البيت أعطاني كذا غرفة كذا وقال لي خلاص لا عد تدخلينا البيت وخليك هنا أنت لا تزعجينا من هذا كلام من هذا المواقف السيئة جدا تقول يعني شعرت بانكسار وذل ما يعلم بإلا الله تقول لكني لجأت للدعاء سرت يعني أجر الله على لساني تقول دعوة أجراها الله على لساني أقول دائما يا جبار أجبر كسر قلبي يا جبار السماوات والأرض أجبر كسر قلبي تقول أجرا الله هذه الدعوة على لساني يعني ما أصلي في الليل إلا أدعو بها يا جبار السماوات والأرض أجبر كسر قلبي تقوله ما دريت فيهم الأيام إلا في حركة في البيت غريبة كذا وناس وضيوف وكذا شوي ولا أخوي جايب لي دفتر دفتر العقد عقد القيران جاء واحد خطبني شايب كبير في السن تقول والله لا شاوروني ولا كلموني ولا أي شيء أن أوقعي جايك عريس بنزوجك زي اللي يبغون أنفكه مني تقول وطالع كأن أطالع في تاريخ الميلاد وأنه كبير عمره في السبعين وهي كانت لا تزال في العشرينات تقول شعرت بغصة ومرارة ما أقدر أقول لا لكن مع هذا كأنها يعني أصبحت نافذة أمل متنفس أبا أطلع من ذا البيت تقول وقعت وقعت على العقد ووافقت واتفق العريس هذا مع أخواني على أنه يجي بعد سبعين أو ثلاثة يسوي الزواج تقول طبعا العريس هذا من منطقة بعيدة تبعد عن منطقتنا تقريبا يعني ألف كيلو والاتفاق أنه بعد سبعين ثلاثة يجي وسوي تم الزواج يقول أنا بعثت البيت هناك وأضبط البيت وأجي أخذها تقول عدى السبعين الثلاثة شهر هذا كلام قديم قبل الجوالات وقبل كذا تقول وما أتصل الرجال ولا كذا يتقول وظل واحد من أخواني يعيرني يقول لي أنت مشؤومة يا المشؤومة يا المشؤومة العريس شكلها طفش وبطل يا المشؤومة يا المشؤومة تقول لا إله إلا الله يا نزل على قلبي من الهم لكني لزم تلك الدعوة يا جبار السماوات والأرض أجبر كسر قلبي وبعد تقريبا ما يقارب شهرين شهرين وإذا بباب البيت يطرق يطرع الأخوي من قال هذا بيت فلانة بنت فلان قال لي أنا قال أخوها قال أنا فلان ابن فلان ابن فلان ابن العريس حياك الله تفضل وين عمتي يعني تقول قبلني وقبل رأسي وقبل يدي بكل ود وكل احترام وكان شاب عليه على سمات الصلاح والالتزام وكذا تقول وخبرنا وقال ترى أبوي مات رحمة الله عليه مات والله وكان يأثث البيت والآن نصيبك من الميراث يعني ذكر مبلغ تقريبا عشر ملايين نصيب هذا المرأة بس عشر ملايين ريال تقول أخوي لو سمع المبلغ هذا كاد يجن قال وانتي الآن أنا جيت أدورك يعني بر بأبي وبراء للذمة وانتي أنا بنسلمك المبلغ لكن شوفي انتي تختارين من من أخوانك توكلينه حتى يقوم باسترام المبلغ بخذا قالت لا أنا أوكلك أنت أنت أوكلك أنا ما أوكل أحد من العدولين تقول قال خير أخير سخير إن شاء الله تقول بكرة يمرني ويأخذني أروح كتابة عدل وأسوي له وكالة وما هو إلا وقت يسير ويفتحوا لي حساب في البنك ويودعوا المبلغ في حسابي تقول وأغناني الله عن من يعني كانوا يسؤون لي أبدا أشترت هذا الأرض وعمرتها وأنا الحمد لله مثل ما تشوفين تقول واسع الله علي تقول هم صاروا يعني يجون وكذا وأنا ما يعني ما قصوت عليهم لكن أغناني الله عنهم وجبر كسر قلبي وهذه قصة حقيقية ما هي من نسجة الخيال يخبرني بأحد المشايخ عن جارتهم مثل ما ذكرت لكم ورسالة رسالة إلى أصحاب الحوائج إلى أصحاب الكروب أين أنتم من سلاح الدعاء أين أنت من الدعاء إن الله لا يمل حتى تمل المريض العقيم المديون المهموم المسجون المكروب أين أنت من الثلث الأخير من الليل أين أنت عندما يتنزل الله جل في علاه نزولا يليق بجلال وجهه وعظيم السلطان ويقول هل من داع فأستجيب له الله سبحانه وتعالى يعرض عليك ويقول لك حاجة اسألني أين نحن من الدعاء أسأل الله أن يرزقني وإياكم حسن الظن به وصدق التوكل عليه وأن يقضي لي ولكم ولجميع المسلمين الحاجات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته ترجمة نانسي قنقر